اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا في مرحلة مش عايزة اقول كل يوم كل ساعة في تغيرات واحداث والحقيقة مش في مصر بس وتسريحات هو ده اللي بيخلي البورسة باستمرار متزبزبة لكن انا دايما بقول للناس اللي عنده اسهم ومش محتاج سيولة يحتفظ بيها لانه الاقتصاد المصانع زي ما هي قطوط الانتاج زي ما هي الحقيقة الطرق الكباري يعني اقتصاد مصر البنية التحتية بتاعته زي ما هي فالناس اللي مش محتاجة نقدية ما تستعجلش وتبيع لان الاسهم اللي في ايدها دي لها قيمة عالية جدا صحيح نتيجة التزبزبات ساعات ينزل قيمتها ويطلع قيمتها لكن في حقيقة الامر ما فيش شيء حدث للمؤسسات او للمصانع او للمشروعات يؤدي الى ان احنا نشك فيها هي المشكلة مشكلة عامة مشكلة سياسة مشكلة امن مشكلة اقتصادية اجتماعية لكن قيمة الاصول نفسها ما تغيرتش يا فاندم زي ما احنا كنا بنتابع في الاخبار وبنتابع كمان صفحات الجرائق مصر على وشك الافلاس مصر على وشك الافلاس من تالي ده ممكن بيكون بيقصر على البورسة كمان طبعا هو بس تعالي نعرف حضرتك يعني افلاس بس الناس تبقى ما تبقاش متلخبط اي بلد في الدنيا زي اي مشروع عليها التزامات احنا علينا التزامات داخلية وخارجية لو فعلا اضطرينا تعثرنا وما قدرناش ندفع اللي علينا في الوقت المحدد بالمبالغ المحددة بالشروط المحددة هنا بندخل في مرحلة اسمها التعصر لو التعصر ما تحلش بسرعة فعلا ممكن ندخل في مرحلة اللي احنا بنسميها الافلاس دي لو بنكلم على الديون الخارجية والديون الداخلية خلينا نبدأ باول اخبار الاقتصاد وهقول لحد ديك تصريح لرئيس المصدرات الدكتور هشام انديل قال ان الحكومة ستطرح آلية جديدة لتصالح مع رجال الاعمال من خلال الاستفادة من آليات فض المنازعات المتبع حاليا ايه هي الاليات يا فندي؟ هو ما صرحش لكن هي الحقيقة أنا عايزة أقف عند جزئية التصالح مع رجال الاعمال إذا رجل الاعمال مرتكبش جريمة جريمة لا منع من التصالح بمعلى ايه جريمة؟ جريمة يعني جريمة بينص عليها القانون يعني قتل سرقة متعمدة لكن في بعض الأحيان احنا بنيجي نقول مثلا فيه رجال أعمال استفادوا من مرحلة سابقة دي مش جريمة حقيقة يعني وكانت مقننة بقوانين يعني ما فيش حاجة عملت بدون قانون نما أنا اللي هميني أكتر من الموضوع ده أكتر بموضوع الفلوس رجال الاعمال المصريين دول اتكونوا على مدى عشرات بل فترات طويلة من السنين يعني عندهم خبرة قوية جدا في إدارة الاقتصاد دول أهميتهم أكبر بكتير من الفلوس اللي هيدفعوها يعني إذا كنا بنتكلم على تنميب مصر تنميب مصر والرجال الأعمال دول من أهم مما يمكن فما أقدرش أن أنا أتجهالهم وقول تعالوا نجيب ناس من بره عشان يجب وينموا مصر لا إحنا عندنا مجموعة من رجال الأعمال هائلة وفي عدد بلش عايزة أقول مئات بل ألف من الشرفاء وحتى اللي عايزين يتصالحوا يتصالحوا إذا ما كانش في جرائم لأن إحنا محتاجينهم تنمية الاقتصاد لا تتم بالتمني دي عايزة ناس عندها خبرات وعلى مدى السنين وقدرت تشتغل وتبني مصانع واستحملت برضو الحقيقة يعني دول مصرين شرفاء فإذا ما كانش في جرائم لا مانع من التصالحوا مش برضو عشان الفلوس عشان إحنا محتاجين الخبرة دي بس ضبط عشان نستفيد من الخبرات طبعا 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 إن افتتح الدكتور فياضة عبد الميناء موزير المالية أمس مؤتمر التطبيقات العملية للسقوق إيه اللي تم في المؤتمر دي فالله والله يشوفي حضرتك موضوع السقوق طبعا زي ما أنت عارف حقيقة أخذ مناقشات ومهاترات طويلة جدا وفعلا كل الناس قالت أراءها وده شيء طيب وكمان الأظهر كمان متهالي طبعا إحنا قلنا من أول يوم يا جماعة أنتوا عايزين تعملوا أداة مالية تزودوا بيها الاستثمار أهلا وسهلا إنما ما تبقاش أبدا لا بيع أملاك الدولة سواء كانت خاصة أو عامة عشان ما نلعبش بالألفاظ لا خاص ولا عام إحنا ما بنعيدش ده والرئيس كان صريح في كلامه أخيرا مع العمال وقال لا بيع للقطاع العام ولا للقطاع خلاص إحنا قفلنا هذا الموضوع عايزين نستخدم أداة مالية تكون قادرة على جذب الأموال زي ما كانوا بيتناقشون برع في المؤتمر ما فيش مانع بس تبقى موضحة والقانون يبقى واضح والأغراض واضحة وتبقى فعلا آلية إذا كانوا بيتكلموا على الشريعة الإسلامية إنها فعلا تتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية يعني إحنا ما حدش فينا ضد السقوك السق ده ورقة بس أبدا أنا كنت عايزة نشرح لسادة المشاهدين قانون السقوك إلي لي ما عليه الأول طبعا كان فيها عليه حاجات كتير وكلها تشالت تقريبا وأخيرا لما راحت كمان لهيئة لما راحت الأزهر الشريف وبتدوا يتكلموا فيها الجزئية اللي كانت قلقانا كلنا هي إن إحنا ما نستخدمش الأداة دي في بيع أصول الدولة ولا تأجيرها ولا مش هنعيده تاني لأن دي كانت مشاكل كبيرة قوي قابلة العمال والعمال هم اللي دفعوا التمن الحي البلد كبيرة قوي مليانة مشروعات مش محتاج لازم نفضل دايما في نفس الكورنر ففضلت المناقشات تدور حول هذا الموضوع والإلى أن الحقيقة في الآخر حسب ما أنا سمعت الموضوع ده تحسم الدولة عايزة تعمل مشروعات يعني السك ده ورقة زي مثلا أنا وحضرتك نتفق إن إحنا ندفع مبلغ ونقوم بمشروع والربح والخسارة يتوزع علينا واختبالك هي ده ببساطة جدا بس أما كنا بنتكلم عليها ويقولوا سوق تبقى للشريعة الإسلامية السكوك من وجهة نظري تبقى للشريعة الإسلامية لازم تحقق ثلاث حاجات أساسية أولا إنك لما تلمي فلوس من الناس تستثمري في استثمار مباشر تبني مصانع تزراعي تتجري حاجة تجيب حاجة ملموسة مش مجرب مداربات في البورسة مثلا الحاجة التانية إن الاستثمار ده يبقى أخلاقي يعني لا يضر البيئة ولا الإنسان ولا الحيوان تالت حاجة في عدالة اجتماعية يعني إذا كسبنا نوزع المكسب على بعض ونرفع من حياة الناس إذا خسرنا نتخصفه مع بعض ده ببساطة شديدة مش محتاج كل الدوشة دي الحقيقة لكن الدوشة دي كانت موجودة لأن كان فيه فريق بيحاول يعني مش عايزة أقول يلف إنه يبيع وصول الدولة أو يؤجرها لأنها أسهل وأسرع طبعا لا إحنا مش عاوزين كده إحنا عاوزين فعلا نعمل سكوك وفعلا نلهم الفلوس من الناس وإن كان مصريين أو جر مصريين ونبني مشروعات ليه دايما نخش على الموجود ننسى بقى الموجود شوية ونحاول نطواره نحاول نصلحه ونعمل مشروعات جديدة نعمل مشروعات جديدة نعمل مشروعات جديدة شغل الناس ده صحيح أحسن بكثير فهلا بسعريكي ممكن قلت نقطة حدريكي زكرتيا عايزة أخذها من حضرتك فكرة أن القانون فعلا يكون واضح 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 جدا وملامح واضحة ونقاط بتاعته واضحة وما نلفش وندور يعني أنت عارف حضرتك للأسف فيه بعد الناس بتصور لها أن ممكن ما تبقاش فاهمها أنا عايزة أقولهم المصريين متعلمين على أعلى مستوى وفاهمين ووطنيين وخايفين على بلدهم سواء المصريين اللي عايشين جوة أو برا فإنك تعملي قانون وتعتقدي أن الناس بشواخدة بالها أعتقد دم يعني لا ينم على زكاء عالية أشكري كفانت ممكن حدرتك الشحانة الخبر ده بالزبط خفض التصنيف الاقتماني يهدد اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي ده خطير الحقيقة يعني ده أعتقد تامن أو تاسع واحد من يوم ما الثورة آمن توصلتي بقى إلى مرحلة بعدها تدخلي في المسؤال اللي حديك سألتي ده الإفلاس الليك ما تقدرش تسدي اللي عليك وفعلا ده كان تخفيض سخيف جدا وعايز أقول قاسي بس هو جارد حتى إذا نزعلت ده جارد ده على تشكيل الحكومة الجديدة لأنه بان من التشكيل الحكومة الجديدة المجموعة الاقتصادية أنه الوضع الاقتصادي صعب يتحسن في الظروف دي فهنتعملك على طول التخفيض التخفيض ده بقى خطورته إيه؟ أي تعامل مع الخارج أو الداخل يبقى أغلى المستثمرين يترددوا ألف مرة المصريين قبل الأجانب عشان هم دايما نقول الأجانب الأجانب لا ولا المصريين لو أنت مهددة بأنك في لحظة من اللحظات تدخله في حالات من الإفلاس والبلد دي حصل فيها مشاكل دي كارسة أما بقى النقطة الأكثر أهمية هي صندوق النقد الدولي اللي احنا عمليم بنالهس وراءه طبعا التخفيض ده حيطلب منك إعادة وضع نظام اقتصادي جديد برنامج جديد والبرنامج ده يراعي النواحي الاجتماعية بس أنا عايز أقول لحضرتك طول ما ما فيش وفاق سياسي واستقرار أمني هنظل في التخفيضات دي وفعلا هنخش في مرحلة من الاقتصاد مش إنها هتبقى مستحيلة الحل الحلول دايما موجودة بس هتكلفك أكتر وحتاخد وقت أطول هتكلفنا أكتر وهيبق فيها يبقى كبير جدا على المواطنين جدا جدا يعني مش حتى الأجيال دي دي واتي لا حتى الأجيال دي يعني هي المشكلة في التصنيف في التصنيف دا يعني يعني بيلفت نظرك إن حصل عندك خلل الخلل دا ممكن يكون سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي عسكري خلل عندك خلل الخلل دا بيقول لك خلي بالك تي مخطرك عيلية مخطرك عيلية يعني حتى المستثمرين اللي جوه يترددوا الأسعار تغلى البطالة تزيد التدخم يزيد فدي مشاكل الحقيقة صعبة مش بقول إنها ما تتحلش بس هتاخد وقت أطول هتتعب المصريين أكتر وحتتكلف أكتر بكتير والحن تلوقتي مفيش ولا رؤية واضحة ولا خطة واضحة لمعالجة أي حاجة للأسف وهو دا اللي خلاهم الحقيقة لما حصل التغيير للمجموعة الاقتصادية الثاني يوم على طول رحوا عاملين التخفيط يعني بيقولوا لك ما ينفعش الكلام دا صندوق النقد الدولي طبعا قالها صراحة قالك المصريين بعد لازم يقدموا خطة اقتصادية جديدة ونرجحها معهم أو نشوفها معهم ولازم وحطوا تحت لازم عشر خطوط الحقيقة أنه تبع عندك وفاق سياسي وأمن داخل طبعا نتيجة دا لاغوا تاريخ المجي وقال لك لأ تاريخ المجي مش هتحدد دلوقتي دا كل دا يحط علينا يعني دي آخر ما تم في مشاورات صندوق النقد الدولي؟ طبعا خلاص أجلوا المجي نحددوش معادي وقال لك عملي خطة جديدة وبعدين لازم ناخد بالنا إحنا داخلين على رمضان ثم العيد ثم المدارس ثم الحج يعني المرحلة الجاية حتى بمرحلة حرجة قوي فأنا أعتقد أن سرعة الانتهاء من المشروع الاقتصادي أو الخطة الاقتصادية كما طلب بصندوق النقد الدولي مش عشان الصندوق هو عشان نائحنا كبلد طبعا متالي فأنت معرفش عليك توفيني الرأي ولا لا بس فكرة أن قرد الصندوق النقد الدولي هو طبعا بيمثل عيب على مصر حدثها هنسدده منين بس عندنا كمان قرد أكبر هو قرد القطري دا مش قرد دا وديعة دا وديعة يعني أما تديني قرد نسبة كمان عالية جدا أنا حبقى صدقة معاك بقى بصراحة كل ما خاطرك تزيد كل ما تكلفة إقراضك هتزيد الصندوق دا موضوع تاني ما تقرنيش تكلفة الصندوق بأي تكلفة قردة تاني الصندوق دا احنا مساهمين في دي فلوس فلما تخديها بسعر متدني دا منطقي لكن أي حد تاني يقردك مش هيقردك ويقلم من كده أبدا أنا مش بدافع عن قطر أنا ما عايز أقول لا بس قطر النسبة بتاعتها عالية جدا يا فاندي ومفروض أن أنا أقشتها في خلال سنتين لا بالجدارة الإيتمانية دي مش عالية معقولة أربعة ونصف في المية اه طبعا ومفروض حتى أني مفروض النسبة بتاعت الصندوق النقد دا واحد ونصف متالي دي حاجة ودي حاجة الصندوق دا انت مشاركة فيه دي فلوسك لكن الوديعة اللي حطيتها قطر أو أي حد تاني حيسلفك ما حاش هيسلفك دا التسعير بتاع الجدارة الإيتمانية وهي دي عشقية قلت لحيك هيتكلفك أكتر هيتعيبك أكتر وهيتعب الشعب المصري إيه تعليق حضرتك على تصريح الدكتور عمر دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نموه 3.8% ودي نسبة كبيرة في ظل الظروف الحالية قائلا إن معدل النمو في العام المالي الحالي وصل 2% بصي حضرتك يعني الوزراء لسه جدايات الحياة بعملوا تصريحات شديدة شوية وأنا حسيت إن حضرتك الخبر استقبلتها على طول حسيت الإكسفراشن على طول على موش بص يا ريت يا دكتور دراجل النموه يبقى 20% بس يا ريت يبقى مبني على أسس يعني يا ريت الوزراء لما يطلعوا يعملوا تصريحات يقولوا إحنا بنقول التصريح ده بناء على واخدى بالحديق أنا عدر بكرة الصبح أطلع برضو في تلفزيون أقولك التصريح النموه هيبقى 20% وأسكت لا أنا عايز أعرف بناء على إيه بالزبط حدتي إيه فين الخطة لكل الناس ده حتى الصندوق بيقولك الخطة فين وإحنا بنقول الخطة فين طب جبنا النموه ده إزاي وبعدين برضو الناس لازم تعرف إن النموه السكاني بيطرح من النموه الاقتصادي يعني إذا نمتي بـ 3% ونمت السكان بـ 2 يبقى الصفي 1% فإحنا عندنا كذا حاجة متشبكة في بعضها زي أي دولة ما هيش مستحيلة الحل لكنها في الظروف دي هتاخد شوية وقت شوية مجهود وحتتكلف شوية وشتت حيات يعني طب خلينا نقول وهارجع مرضو أكد مرة تانية هل تغيير الوزاري كان ليه تأثير سلبي على توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي أو تأجير حصول مصر على القرض اللي هو 4 و 8 مليار دولار أيو أنا من وجهة نظري الشخصية وقد أكون مخطئة فعلا ده كان له تأثير سلبي مجموعة الاقتصادية في الظروف دي أهم مجموعة والسياسية طبعا لكن المجموعة الاقتصادية أنت في وسط خضم من المشاكل لست طويلة قوي قوي الحقيقة ما هيش مستحيلة التنفيذ بس عايزة كل المصريين كل المصريين يتوافقوا ويقوموا مع بعض يحلوا أما الحقيقة أننا نقول حنحل المشكلة قصادية غيرنا أربعة نفار يعني أعتقد مش ده الحل الحقيقة عشان كده أعتقد هو ده اللي خلى الصندوق على طول لا أعاوزين الخطة الجديدة وعايزين وحصلت أنا بدأت قلت لحضرتك أعتقد أن التخفيض كان ده سببه الأساسي طب إمتى فعلا هيكون عندنا خطة اقتصادية معلنة واستراتيجية نقوم فعلا بتطبيع عشان نجذب الاقتصاد ونجذب الاستثمارات ونفعل عبق عن المواطن مش عارفة لما نتفق أن مصر دي بتاعتنا كلنا ولما نتفق أن كل الخبرات المصرية لازم تشارك سواء حتى خبرات في مصر أو برنا مصر ولما نتفق أنه لما نيجي نحط خطة لازم تطرح على الناس حتى إذا كانوا الناس هتنتقدها يعني مثلا ما هيك بتقولي خطة وتنتقد طب استفيدي من النقد مش غلط يعني لغاية ما نتفق وعش كالا بقيت لحديثك الوفاق السياسي أولا الأمن الداخلي ثانيا تعرفي حيك لو فيه وفاق سياسي وأمن الاقتصاد حي تتحرك بكر بكر مش بعد بكر بس لأن الحمد لله البنية التحتية بلق صب ما تكسرتش يعني مش فيك كباري هي هي الطرق هي المصانع الفنادق المنتجعات كل حاجة في مصر زي ما هي مستنيها بس تحرك المفتاح رغم أقوام الفوش الفكر نفسها أن احنا عندنا حاجات كثيرة جدا لسه ستان ستل زي ما بيقول تتحرك بكرة لو الناس شعرت أن فيه أمن ولو الناس شعرت أن فيه وفاق سياسي فاق سياسي يعني كلنا نقعد نتفق دي بلدة كلنا والمشاكل الكبيرة قوي الحقيقة لا يمكن مجموعة واحدة تقدر تحلها عارفة لو المشاكل دي في أمريكا برضو مش ممكن مجموعة واحدة تحلها طبعا مستحيل لو عملنا زي مؤشر نقول إحنا يعني ووصلين لحد كام دلوقتي ممكن نوصل بعد قدقل الخط الأحمر لا إحنا لو الفترة الجاية دي حاري جاول مش كيانا قلت لحادثك الرمضان والعيد والمدارس والحج والصيف والكهرباء لا إحنا قربنا من موقف حرج جدا الحقيقة يعني لا أتمنى إن الشعب الصبور العظيم ده يفقد صبره هو ده اللي أنا خايفة منه الثورة قامت مش علشان ما كانش فيه نمو ما كانش فيه تنمية كانت الناس فيه نص أو أكتر من نص الشعب مهمش ما حدش حاسس بيه يعايش يعايش لا يمكن يعيشوها بنا أبمين في أي مكان في القرنة الواحدة وعشرين والناس قامت بصورة واستنت إنك تشوفي لها تحلي مشاكلها محلتي هاش مش بس محلتي هاش تضعفت وتضخمت وأنا كل اللي أنا خايفة منه الحقيقة إن الناس تفقد صبرها وهي لو الناس فقدت صبرها لقد صرح تبقى كبيرة قوي قوي فيه نقطة كمان تقرير أنا قريته مبارح أو أول مبارح من الفاو إن كانوا ذكروا برضو إن للأسف مصر ممكن تدخل على مجاعة نتيجة هجوم الجراد ودي برضو موضوع خطير ده ممكن يدرب الاقتصاد دربة جامدة فنفسي كده نقعد كلنا ونقول يلا بقى نبني بلدنا الحقيقة ونوقف سرعات وخناقات لأن كده لا يمكن يستمر الحقيقة وحرعمة اللي بيدفع التمن البسطاء طبعا يا فندم دكتورة بسانت فهمي خبيرية الأوراق المالية بشكر حليك يا فندم على وجودك معنا شكرا يا فندم وأنا لا استفدت جدا لعدا مع حضرتك ونتمنى إن شاء الله نحن نقعد أحسن من كده وتكون بلدنا إن بلدنا فيها خير كتير جدا بس عايزة أقول فعلا بجد يعني وخبرات تعرفت سايما ساذة بسانت قالت نفتح المفتاح صح نفتح الباب ننتقل معكم الفاصل ونكمل معاكم بقى فاكرات نوارك سعيد فخليكم معنا